عالمها الإذاعة فيه بدأت تستكشف قدراتها وتصنع لنفسها تدريجياً ركناً خاصاً تطمح من خلاله إلى دخول عالم النجومية الإعلامية على طريقة مثلها الأعلى أوبرا وينفري سؤال حلقة عزائي المستمعين كان كالتالي فطيم الفلاسي أوبرا وينفري الإمارات استخدمت اسم شهرتها تيم عنواناً لبرنامجها الإذاعي عبر النات تيم شو الذي يلقى أصداء واسعة داخل الإمارات حياك الله شرحنا طبعاً تيم الفلاسي أو أوبرا وينفري الإمارات لا تيم الفلاسي بظل تيم الفلاسي أوبرا وينفري نوصلها بالنجاح إن شاء الله مش بالشخصية طبعاً تيم شو برنامج تعرض فيه فطيم القضايا الاجتماعية وتعكس من خلاله اهتمامات الشباب بأسلوب تغلب عليه خفة الظل أنت طلعتي من الشعب الطيب أين اسمعي هالهداء يلا مودي سوداني شغلينا كده كده يا تريلا ليش تيم شو أو ليش أون إير وث تيم أبغي برنامج يمثلني مثل ما يكون يمثلني أيضاً يكون اسمه شبابي يكون اسمه يعني بروفيشنال قبل حتى لا ندخل في التلفزيون أو ندخل في شيء فعشان تيختار تيم شو تيم استغلت كل مواهبها في الحقل الإعلامي في تحضير برنامجها الإذاعي المتميز الذي انطلق بداية من غرفتها الصغيرة تحت اسم أون إير وث تيم على الهواء مع فطيم ثم تحول إلى تيم شو لكن شق الطريق ليس بالسهل طبعاً البرنامج تشتر فيه 100% وشبابي ورح يظل شبابي حتى لو كان عمري 50 سنة أنا رح أقدم شيء للشباب اللي يصير أن أنا أدور أفكار أو أدور قصص أو أشياء غريبة أشياء أنا بغي أقولها حق صديقتي فأنت تشوف دائماً يوم شابة تقول صديقتها مثلاً شيء دائماً يكون متحمسة وهي تقول الشيء فأنا اللي أبغى أوصلها حق الجمهور أو المستمعين الشيء اللي أنا أبغي أوصلها حق الناس اللي حولي شيء عفوي شيء شبابي شيء وايد مش مقيد مش رسمي البرنامج الذي بدأ على الإنترنت تأمل صاحبته أن يكون عملاً ذقائد جماهيرية أكبر وبإنتاج ضخم وعبر استوديو رسمي وبرفقة فريق إعداد متميز دون أن يفقد تلقائيته ومساحة التعبير فيه مصطفى سكحان لليوم على الحرة أبو ظبي الثاني تقول أنا من النوع اللي إذا كان مزاجي أوكي ما أخليش